حلو الحقنة أو المقوي الذي يوضع في الجسم يفطر الصائل جزاكم الله خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فإن الصائل منهي عن الأكل والشرب والجناع وكل ما هو بمعنى الأكل والشرب ومن ذلك يصال شيء إلى جوفه من أي طريق من طريق الحقنة أو غير ذلك فكل ما يصل إلى جوف الصائل فإنه يفطره لأنه بمعنى الأكل والشرب وكذلك أخذ الأدوية التي تصل إلى المعدة عن طريق الأنوي طريق كان خصوصا الحبوب أو الشراب الذي يأخذه عن طريق الفلب فإنه يفطره وكذلك الأبر المغذية التي يغذى بها جسم الصائل هذه بمعنى الأكل والشرب لأنها تقوي الجسم ويتغذى بها فهي بمعنى الأكل والشرب فيفتن بها الصائل أيضا فعلى الصائل من يصول صيامه مما يفسده أو مما يؤثر فيه أو ما فيه شبهة وعليه أن يؤخر هذه الأشياء إلى الليل أن الله جعل الليل للصائل يتناول فيه ما يحتاج إليه وما يستهيه مما أباح الله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فما بين غروب الشمس إلى طروع الفجر كله مجان لتناول ما أباح الله سبحانه وتعالى للصائل مما منعه منه في نهار الصيام أما إذا كانت الحالة تستدعي تناول الأدوية لأن حالته لا تقبل التأجيل للليل فهذا يعتبر من المرضى والله أباح للمريض أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر فإذا احتاج إلى دواء ولا يقبل التأجيل للليل وتناوله فإنه يعتبر مفطرا لأجل المرض فيقضي هذا اليوم من يوم آخر